موضوعنا لليوم هو الادفيرسرال سيرش تمام ادفيرسرال سيرش يعني انه انا بعمل سيرش في ظل وجود اه خصم اوبونن اه زمان كان فينا عندي اه اه ايجنت واحد تمام الان انا في عندي ايجنت وفينا عندي بلعب ضد ايجنت تاني او ممكن نعتبر انه واحد ممكن يكون هيومن والتاني كومبيوتر فانه ممكن انه هما يلعبوا ضد بعض تمام بدنا بدنا نشوف مجموعة من الالعاب اللي هي اللي هي اللي هي الضامة تمام والتشيس عفوا للتشيس هيا اوكي والقو اللي هي هاي تمام اه طبعا هدي الالعاب اه انا بتصور النظامة مرت عليكم والتشيس مرت عليكم هادي يمكن اسمعتوا فيها سماع انا شخصيا حتى ما لعبتها ولا بعرف كيف لكن하죠 اللي بدنا نعرفه واللي لازم انه احنا نكون اه واعينه في هادي المحاضرة انه لعبة القو اعقد بكثير من لعبة الشطانج اه من لاحية اه من ناحية انه تطلب معرفة اكتر وتخطيط اكتر عشان انو احنا نصل للجول طيب انو انا في عندي مجموعة الالعاب هادي تمام وفينا عندي هنا انو شو وضع الجيم هادي طبعا نبدأ في التشكر في الف وتسعمية وخمسين اول تم تصميم اول كمبيوتر بلاير لهذه اللعبة لعبة الضامة اللي احنا شفناها قبل شوية تمام وفي سنة الف وتسعمية واربعة وتسعين انو انو كان لأول مرة انو الكمبيوتر بيهزم الورد بطل العالم في هاي اللعبة تمام فبالتالي انو احنا بنعتبر انو هادي سولد تمام سولد من ناحية انو جبنا كل كتري كسير شتري لهذه اللعبة وعددها تسعة تريليون ستيت تسعة وتلاتين تريليون ستيت طبعا هذي هذي النقطة كتير مهمة جدا جدا لانو عدد في لعبة معينة ممكن انو العدد هذا يفوق بكثير هادي الرقم لكن انو في الالفين وسبعة انو تم تخزين كل الستاتس كل الكمبينيشن لهاي اللعبة في داتا بيز فبالتالي انو بنقدر نعتبر انو هادي اللعبة سولد طبعا احنا في في هادي المحاضرة حنشوف انو احنا حنستخدم التريسيرش ولكن التريسيرش احنا ما بنقدر انو احنا ندور في كل الشجرة بالكامل لانو الشجرة هادي انو very 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 huge او ضخمة جدا جدا جدا. فاحنا حيكون انو لغاية boundary معين او limit معين او لغاية depth معين. فمعيار انو احنا نعتبر انو اللعبة صولد ولا لا انو اكون انا جبت كل الستاتس سبعتها وحصيتها وخزنتها في داتا بيز لكن هادي الكيس يعني مش صحيحة او احنا ما حصرنا كل الكمبينيشن مش لكل الجيم هادي هاي الشغلة لكن اللعبة التشكر انو احنا اريدي صولد. اللعبة الشطرنج طبعا بطبيعة الحال انو بتعرفوا انو انو في الف وفي الف وتسعمية وتسعة وسبعة وتسعين انو الاي بي ام او الديب بلو ماشين من شركة اي بي ام غلبة بطر العالم في الشطرنج كاسباروف فبالتالي انو احنا ممكن نعتبر انو مش هترنج الان انو مش صولد لانو عدد كلها ما لا يمكن حصرها ولكن اه اه ممكن انو الماشين تلعب بمستوى حتى اعلى من الاكسبرت بشوية تمام? اما لعبة فيها عدة مراحل كانت الالف وتسعمية وتسعة وستين انو تم تطوير برنامج لانو يلعب بشكل حسب القواعد يعني وكان انو عدد فيها اكتر من تلات مية وبنمناسب عدد العدد لبرانشيز هدا بخم جدا وفي الالفين وخمسة انو تم تجريب عدد من الاساليب المختلفة لغاية الوصول للنوفيس ليفل انو انا العب بشكل مبتدئ في هاي اللعبة المفارقة صارت انو انا عندي في الالفين واربعتاش لما صار انو استخدام المونتي كارلو تمام؟ وبالتالي وصل مستوى اللعب لا سترونج اماتور او هاوي ولكن بمستوى متقدم او بمستوى قوي جدا لغاية لما احنا وصلنا في الالفين وسبعتاش لغاية لما انو الماشين هادي اللي اسمها الفا جو لابت بطل العالم في هادي اللعبة تمام؟ فبالتالي ممكن نعتبر انو القو حديثا هذا الكلام ما الو زمان يعني حديثا من عدة سنوات من الالفين وسبعتاش انو احنا توصلنا كبشر انو يكون في عندي ماشين تلعب بمستوى اعلى من الاكسبرت بشوي اوكي؟ الان احنا في الكورس هذا بدنا نشوف في الباكمان وين احنا وصلين؟ كيف ممكن انو احنا نطور الهوريستيك فونكشن او او فونكشن في هذا الاطار بدنا نشوف انواع الجيمز انواع الجيم بديها احدد انو هل هي او استيكوستيك هل هي عشوائية؟ تمام استيكوستيك او انو بشكل محددة او معرفة بشكل مصبع يعني على سبيل المثال العشوائية ممكن انو مثل الالعاب اللي بتعتمد عفوا مثل الالعاب اللي بتعتمد على حركات عشوائية بناء على حجر الزهر مثلا او النرد فبالتالي انو بتكون استيكوستيك انا مش عارف ايش الحركة اللي انا بدي اتحركها او او بدي اتحركها او بناء على معينة او ممكن تكون بتكون بتكون حسب شغلات محددة بشكل مسبق هل انا عندي معلومات كاملة بمعنى انو تبعتي انو و كذلك احد المحاور انو هل هي لاعب واحد او اتنين او عدة لاعبين هل هي تيرن تيكينج او سيميل تيكينج تيرن تيكينج انو انا بلعب دوري تمام؟ بس اخلص دوري بصير انت يعني اللاعب التاني دوره انو هو يلعب فادي الحالة انو انا بسويش ولا اشي بس انا بس يخلص دوره بعدين برجع دوري هدا تيرن بيست مثل الشطرنج الظبت في بعض الالعاب التانية بتكون تمام؟ انو يعني انو انا بلعب ضد الكمبيوتر هو بسوي اكشن وانا بسوي اكشنز في نفس الوقت مثل الالعاب زي على سبيل المثال مثل الريد اليرت او او يعني العاب بلعب فيها في الريال تايم وانا باخد اكشن واللاعبين التانيين بياخدوا اكشن في نفس الوقت كذلك احد المحاور هل اللعبة هادي zero thumb ولا فيها سكور معين ولا كيف بالضبط الزيرو thumb انو احنا ممكن نصل لستيت انو لا هو رابح ولا انا رابح زي مثلا التيك تاك تو ممكن نصل انو تسكر خلص انو انا لا فزيت ولا هو فاز انو سكرت اللعبة فبالتالي السكور بيكون انا عندي زيرو وهو عنده السكور زيرو بهذا الشكل طيب ايش المطلوب مننا المطلوب مننا انو احنا بدنا خوارزمية لحساب حاجة اسمها contingent plan او خطط طوارق خطط الطوارق تعرف بالستراتيجي او البوليسي انا عندي في اللعبة واللي هي في النهاية راح تعملي recommendation الاكشن معين او move اه لكل اه possible eventuality لكل اه حدث ممكن بيسير معايا لو كان لو هو حرك هيك يفترض انو انت تحرك هيك لو هو حرك هيك يفترض انو انت تحرك هيك فعشان هيك احنا بنسميها contingent plan او خطط يعني تخطيط طوارق وهذا الاشي بتغير باستمرار حسب الحركات اللي بتصير عندي وعند الخصم طيب كيف نعمل formulation لهذا ان شاء الله لاحظوا دايما انو احنا بنركز في هذا الكورس وتركيزي انا تحديدا انو اه على موضوع formulation انو انا بديلك problem معينة وبصير انت وظيفتك موضوع implementation هذا موضوع سهل يعني موضوع تحصيل حاصل انو انت تعمل implementation لخوارزمية معينة ليش لانو في الوقت هذا صار في عندي مكتبات كتيرة متوفرة على الانترنت بتعطيلك implementation للخوارزميات سواء كان الاسطار algorithm او المينماكس algorithm اللي احنا هنحكي عنه اليوم مش موضوعنا الموضوع دا انو كيف تعمل formulate ال problem وهذا هو محل الاسئلة عنا ف for a given game دا لعبة معينة كيف ممكن نعملها formulation بدي احديد ال initial state شو ال initial state انا عندي في الشطرنج هاي شكلها زي هيك فاضية بتكون ال initial الشطرنج فاضية اه الشطرنج لا افضت هذا بيكون محله هنا تمام هاي هذا بيكون محله هنا وهذا بيكون محله هنا زي هيك وبتكون مرتبة الصف الصف هذا بيكون كله جنود وبعدين الترتيب زي هيك قلعة حصان فيل وزير ملك الى اخرة وبعدين نعيد الترتيب تاني وهنا نفس الشيء هادي هادي لازم اعرف ال initial state بهذا الشكل ال initial state لل لل تيك تاك تو بورد فاضية وزي هيك تمام فلازم انه انا اعرف ال initial state انه كل اللعبة طمعا يعني في بعض الالعاب انه انا بكونش عارفها بدي اقرأ في عن اللعب هادي واتعرف عن كيف بيكون شكل اللعبة هادي ال state طبعتها تمام الشغلة التانية اللي بنا نعملها formulation اللاعبين بنا نحدد اللاعب اللي اللي بيعمل حركة معينة ويش بدي احدد بدي احدد سلسلة ال actions يش احنا اخدنا سلسلة ال actions انا عندي لقيت بازل بتختلف عن التيك تاك تو بتختلف عن الشطرانش بتختلف عن ال back man بتختلف عن لعبة ال go فبالتالي سلسلة ال action انا بدي احصرها احددها انا في عندي سبعة actions في عندي تمانية actions في هادي اللعبة لازم ان انا احددها تمام فبالتالي لما اطلب منك سؤال انه انت تعمل game formulation بدك تسرد لي هدول اقول لك اعمل لي game formulation لاش هترنش انا عندي actions سبعة actions ال action كزا وكزا وكزا تسرد لي ايهم transition model انه انا كيف عندي بيكون الانتقال من state ل state معينة بمعنى الانتقال من state ل state انه انا بنتقل يعني لا يعني اذا انا كنت في state معينة واخدت action معين شو ال result بهذا الشكل هاي هاي الترانزيشن مودي تمام الترمينال تست ترمينال دايما ترمينال بعناها طرفية انه انه انا بدي اشوفي النود هادي انه انا بدي افحص الاس هادي انه بدي افحصها هلا انا فزيت او لا فكيف ممكن احفص هلا انا فزيت ولا لا هنطبقها هادي على تيك تاك تو وهي الترمينال فاليو تمام طبعا هادي التست انه بترجع اما true او false اما هادي الفاليو بترجع نمبر والنمبر هدا اليوتيلتي فاكريني اليوتيلتي اللي حكينا عنه في اول محاضرة وحكينا حيتكرر معانا بشكل مستمر فاليوتيلتي ايش هي انه معين معين ايش انا عندي اليوتيلتي او ايش السكور يعني عصابيلي المثال في تيك تاك تو هادي البورد بهذا الشكل البلاير انه هادي الستيت مررتها زي هي والبلاير روحت قلت له احسب لي السكور لل او قديش الرقاب قديش اليوتيلتي هادي لازم ترجع نمبر تمام؟ هادي لازم رجع نمبر وهادي اللي احنا كنا نحكي طلبت منكم انه المحاضرة الماضية بدياكم تطلعوا انه شو الـ ممكن تكون اللي هي عبارة عن المطير منها او دكتور انت حكيتنا ياها مثلا انه فايز او خسران او انه ولا حدا لا فايز ولا خسران خسران لا 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 انا بحكي انه في يعني في بعض انه بيكون يعني انه شو الخصائص تبعتها انه بدي احدد انه هل هي ولا هل تبعتي ليش يعني يعني انه على سبيل المثال هل هدي صح ولا لا true ولا false يعني ردوا علي هي هي عشوائية التيك تاك تاك يعني لا 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 خليك انا بسأل على موضوع الـ observability يعني الـ environment تبعت الشطرانج هل هي fully observable يعني بمعنى اخر خليني اسأل السؤال بشكل اوضح اكتر هل انا شايف كل الـ board هل انا شايف كل الاحجار تبعته لا انا شايفها كل اشي انا شايف قدامها شايف كل حاجة شايف كل حاجة امامي فيش اشي علي مخبة لكن لو انا في عندي card game شدة وهو بكون انه ماسك ما بعرف اوراق خصمي انا بزرط ماسك مجموعة من البطاقات انا مش شايفها مش fully observable ما بعرف شو البطاقات الموجودة عنده تمام هدي خاصية تمام الخاصية الـ zero sum انه احنا ممكن نسأل لـ state انه انا لا فايز ولا خسران في لعب تانية انه فيش شي بين البنين يا فايز يا خسران لكن اللعب اللي فيها خاصية الـ zero sum ايش بتكون؟ بتكون انه انا يعني لا يعني ممكن نسأل لحالة لا ربحت ولا خسرت زي كيف مازالا قليني اقدم شوية هنا زي هادي الحالة هاي انا عندي انه هادي انا عندي zero sum زيرو ليش؟ لانه خلاص سكرت فيشي انا ما قدرتش اعمل straight line هو ما قدرش يعمل فبالتالي التك تاك تو هادي احد الالعاب اللي فيها خاصية الكاركترستيك هاي اللي هي الـ zero sum انه ممكن انه مفيش فيها لا رابح ولا خسران ممكن نصل لـ state زي هاي ممكن وممكن افوز او ممكن اخسر ممكن افوز تمام؟ وممكن اخسر فيه العاب تانية مفيش فيها يعني مفيش فيها الزيرو sum في الشي يار تربح يار تخسر هاي المقصود بالنقطة هاي تمام؟ مامي فا.. لكن هنا اللي أنا بحكي عنه utility إنه أنا بدي أحدد والله مثلا هادي بدي إيلها score تمام؟ إنه ال-oo هي ممكن يلعب هنا مممكن يلعب هنا وممكن يلعب هنا هادي بدي إيلها utility يفترض ترجع لي انه هنا مثلا تلاتة. هنا اتنين. هنا برضو اتنين نفس الاشي. مثلا. انه يفترض انه بترجع لي رقم. الرقم هذا كيف تم حسابه? هذا بده تصميم. زي مثل تصميم بالضبط. ليش احنا بدنا الارقام هادي. عشان اعرف دار. تمام? بطحات الامور يا جماعة. طيب. ايش المقصود فيه? عشان ما تختلطش الامور عليكم. هو عبارة عن فحص انه هادي فيها فوز ولا لا? يعني زي هنا نرجع للتيك تاك تو. تمام? انه هادي الترمينال انه بفحص. ماينس واحد يعني خسرت. واحد يعني فوزت. تمام? ليش ليش انا فوزت? لانه هاي ستريت لاين انا عندي زي هيك. التيتريت لاين عفوا لله. لله. فبالتالي انا خسرت. اما الليكس هنا انا في عندي يستريت لاين هنا. فبالتالي انا فوزت. فهادي الده لا يفرض انه ترجع يعني بايناري. يا ترو يا فولس. يا بلس ون يا مينس ون. تختلف عن الوتيليتي. الوتيليتي بترجع النمبر. والنمبر هاد انا مستخدمه في المفاضلة بين المختلفة. يعني انه اقارن بين المختلفة في الجيمز. اوكي? فزي ما تشوفته هنا. هادي الستيت. الربريزنتيشن تباحها. روح اتمررته. للدالة هادي. وقلت له بدي اياها للبلاير او. يفترض تترجع لي رقم. طيب للبلاير اكس. يفترض يترجع لي رقم تاني. تمام? هنا التيرمنال استيت اس يفترض انه ترجع لي انه اللي فاز. يا ال اكس. يا ال او. واحدة منه. لترانزيشن موديل. شو هو? انه ازا كان انت عندك الستيت اس. وعملت الاكشن اي. شو النتيجة? اقرب لكم اياها هنا. خلينا ناخد انه هاي انا هندريزت. اس. اي. تمام. ها قيت الاكشن هادي الستيت. هادي الستيت. ها قيت الاكشن هنا ايش هو? انه انا رحت يمين. اما يمين او يسار. وهنا رحت يسار. فبالتالي الترانزيشن موديل هو عبارة عن دالة بترجع لك الاستيت الجديدة. بناء على الاستيت القديمة. ازا اخدت اكشن معين. ازا رحت يمين. هاي الاستيت الجديدة. ازا رحت اشمال هاي الاستيت الجديدة. زي هيك. تمام? نرجع هنا. البلاير حددنا اكمل بلاير. انا عندي بلاير واحد ولا تو بلايرز. والانيشيال كيف شكلها? حكينا انه هدا بيختلف من لعبة للعبة تانية. تمام? واليوتيلتي اتفقنا انه هي بترجع رقم. في اسئلة لغاية الان. تمام الامور? لازم من. لازم ايش? احنا يعني منعرف في القول مثلا انه فهو بيطلعن رقم. يعني انه مثلا الجول لانه يكون ثري ستريت اكس. فهو بيساوي مثلا واحد. الجول بيختلف من لعبة للعبة تانية. يعني في تيك تاك تو لازم اعمل ستريت لاين. تأكذ انه منعرف الجول في بالزبط. بالزبط. وهو فحص هلو وصلنا احنا للجول ولا لا? فبالتالي النتيجة تمعتوا true false. تمام? اوكي. اه اه الامور واضحة بالنسبة للجيم فورميليشن? تمام دكتور. لو سألتكم ايه يعني لو شبت لكم اسئلة في هذا الموضوع تعرفوا وين اتجاه الحل عشان ما يعني تسرحوش بعيد. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. طيب. طيب في zero sum game عرفنا اش هي. تمام? احنا يعني ممكن انه احنا بننتنازع على شغلة معينة. تمام? فبالتالي ممكن نستخدم opposite utilities. اليوتيلتي تبعتي ممكن تكون بالموجب هو تبعته راح تكون بالسالب. فبالتالي انا عندي هنا pure competition. فبالتالي one يعني احد اللاعبين بيعمل maximize والتاني بيعمل minimize. فهذا ال competition انا عندي او تنافس على هاي اللعبة. الخيار التاني. يعني احنا بنعمل maximize للscore طبعنا و minimize للscore طبعا. الخيار التاني انه فينا عندي general games او يعني اه بشكل عام انه ال agent ممكن يكون في عنده independent utilities. بمعنى انه كل واحد في له utility مختلفة عن التاني. وهنا نظام اللاعب ممكن يكون يعني عدت عدت اا عدت اوضاع او يعني عدت combination مختلفة زي ايش مسلا? انه ممكن تكون الجيم هادي cooperation. ميش يعني cooperation? تراكي. تعاون. لاحبتوا قبل هيك cooperative games. وهي اللي بيكونتوا بلايار. اا يعني انا يعني انا. زي دومينو يعني دكتور بكون فيها اربع اشخاص. دومينوز اربع اشخاص. انه بكون كل اتنين في زي فريق. بالضبط. علي نعور عليك. يعني فيه بعض الالعاب بيكون فيها فريق. فبالتالي ممكن يكون انه اه بيلعبوا في الفريق. وتو بليارس تانين بيلعبوا في الفريق تاني. مثل هيك. او مثلا فيه الالعاب اللي يعني اللي نازلها الايام انه زي البابجي والشغلات هادي والريد اليرت حتى كانت قبل يعني عشر سنوات او حتى خمستعشر سنة كانت اه انه انا ممكن نلعب بالكوبراتف مود. كيف يعني انا انا وصاحبي مثلا ممكن نلعب عبر الشبكة ضد الكمبيوتر. فهذا هذا نظام الكوبراتف. فيه ممكن يكون برضو نظام الكمبيتشن. انه احنا بنلعب ضد بعض. فيه ممكن ممكن اه شيفتينج اه 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 اللايانس. اللايانس يعني انه احنا نعمل تحالفات. والتحالفات هادي ممكن انه ممكن انه تتغير. كيف يعني? احنا ست لاعبين. حاجات انا لوحدي بحارب الستة صعب. مايش بروح بسوي بروح باتفق مع فلان. مع لاعب معين. انه ايش رايك احنا نلعب مع بعض. نصفي. وبعضيها بنفضع احنا لبعض احنا لاتنين. فبتحالف معه لفترة. لغاية لما نصفي لاعبين التانيين. وبعد هيك انه احنا بصير بلعب انا ويا ضد بعض. مثلا. ايش مين كان بدو يضيف? مين كان بدو يسأل? يا حدا كان بدو يحكي? احنا بس حكيت بدي احكي انه زي بكرة الشيفتينك اللايانس. زي البابجي انه يعني اذا مات حدا بروح. يعني انه بكون عدد بعدين بصير كل ما حدا يموت بتنتكل الالايانس لحدة تاني. بالزبط. بالزبط. وانا عشان هيك انا بحكي انه الصيغة العامة تبعتها انه ممكن اللاعب معين يكون حليفي الان وبعد هيك لأ ممكن يتغير يصير حدا تاني حليفي. وهو يصير انه انا بلعب ضده بهذا الشكل. او ممكن يكون كل البوسيبلز هدول يعني انه احنا فيه تنافس مع كوبريشن. كوبريشن خلاص يعني من الاول للبداية بدو يكون فيه التزام. اما بدي يكون فيه تحالفات انية معينة يعني بهذا الشكل. هادي بيكون فيه لها مش واحدة وبدي يكون انه يعني بدا تكون الابزيت لكل واحد بهذا الشكل. تمام? طيب نيجي للابفرسرال سيرش. انه بدنا 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 يعني نصيق هذا الموضوع. بعد ما عملنا فورميليشن بدنا نستخدم السيرش الالجورثم. بس السيرش الالجورثم هذا نوع معين من انواع السيرش. ليش احنا اخدنا انواع لغاية الان في السيرش. ميني سميدي اياهم? بشكل عام. الان انفورد. ان انفورم. والانفورد. والانفورد. وهي الادفرسرال سيرش هذا نوع جديد بستخدمه في الجيمز. طيب. نشوف هذا الكلام. على انا عندي هاي الستات. ايش في عندي خيار? اروح يمين. اروح يسار. انا بركز على ايش معنى? فيش غير الا غير غير الباكمة. فبالتالي انا عندي اتنين هايها. رحت على يمين. فبالتالي بدل ما كان تبعي هنا. صار هنا. او اروح شمال بدل ما كان تبعي هنا. صار هنا. تمام? طيب. من هادي برضو هتفرع انا عندي. وهادي برضو هتفرع. زي هيك. هنا انه ممكن رحت كمان يمين. فبالتالي رحت على البوزيشن هيدا واكلت الويت دوت. وهنا انه انا رجعت لفيت انه كان البوزيشن تبعي هنا ورجعت شمال تاني. طيب وهنا برضو نفس الفكرة. ممكن انه انا ارجع تاني وممكن انه اروح على اخر الممر انا عندي. فالستات تبعتي زي هيك. طيب. الان لما بدي اجي انا احسب فانكشن. انه لكل واحدة بدي ادي لها النمبر. النمبر هادا ايش ممكن يكون? انه مسلا على سبيل المثال انا والله اكلت الحبة فبالتالي السكور تبعي تمانية. هذا انه كان اربعة صار ستة. تمام? وهذا السكور بدل ما هو كان اتنين صار ستة. وهذا السكور بدل ما هو كان اتنين يعني لما تحركت الحركة هنا كان اتنين. تمام? اه اتحركت ابعدت صار صفر. بهذا الشكل. تمام? الان انا عندي هادي فكره فيها زي هيك. انه انا هاي البوزيشن تبعي زي هيك روحت على اليمين معنا ذلك انه انا جربت من الحبة البيضة فعشان هيك انا من اتنين لستة. وهنا من اربعة لستة. تمام? وهادي السكور تبعها تمانية. زي هيك. فبالتالي الان عندي هادي تمانية هادي ستة. هادي برضو ستة. وهادي صفر. لهذا الشكل. هذا في حال كان. طيب. طبعا هادي الفاليو زي ما ذكرنا انه حطينا زي هيك وانه انا ايش بدي اسويه? انه الفاليو تبعت كل معروفة. وانا ايش بدي اختار بدي اختاري الماكس. احنا بنا نسأل بالتدريج انه كيف بنا نسأل من ماكس? احنا هنا ماكس بس. لانه single agent. خلص. انا في عندي ال back man وال white dot. فبالتالي دايما انه انا بروح بختار الاستات اللي السكور تبعها اعلى. فعشان هيك انا عندي الدالة هنا ماكس. فبالتالي الفاليو تبعت الاستات اختاري الاستات اللي الها اعلى سكسسور. بهذا الشكل. طيب. هذا اللي ما يبقى على تيك تاك تو. انا في عندي لاعبين. تمام? هاي الازرق والاحمر. اوكي واحد بنا نسميه الاكس والتاني الاو. واحد زي ما حكينا انه بدو يعمل ماكس والتاني بدو 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 نعمل مينيمايز لالو. نعمل ماكسيمايز دال فرص الفوز تبعتي واعمل مينيمايز لفرص الفوز تبعتو. فبالتالي. هاي الفكرة اه تبعت التيك تاك تو انه كا وهي عبارة عن تين بيست. هنا دوري بيجي دورو. تمام? يعني هنا البورد فاضية. الاكس بدو يختار في عندو تسعة خيارات. هاي تسعة خيارات. اختار. الان بدي اختار. يفترض انه اختار واحدة بورد معينة. تمام? بيجي دوري الاو. هاي الاو. هاي العب مرة هنا. مرة هنا. مرة هنا. وهكذا. هاي فيه نقط 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 وهكذا. وكل واحدة من هدول تتفرطع خيارات لغاية لما نصل للتيرمينال. التيرمينال اللي هي الليف. اللي تري طبعتي. اوكي? طيب. نشوف المين ماكس و هنا انا بدي يكون في عندي تو ايجنتز. مين هما? الباكمان. الباكمان. الشباح. والغوست. بزرط. وبينها نعتبر انه هي تيرن بيست. ادوار. طيب. الان دوري الباكمان. هاي البوزيشن تبعه هنا. ايش في عنده خيارات? بروح يمين. بيصير البوزيشن تبعه هنا. بروح اليسار. بيصير البوزيشن تبعه هنا. بيبعد عن الجوست. هنا بيقرب اكتر من ال white dot اي نعم بس برضو بيقرب من الجوست. هنا بيبعد عن ال white dot وبيبعد عن الجوست. اوكي. طيب اذا كان هنا. ايش في الان دور مين? دور الجوست. الجوست البوزيشن تبعه هنا. صح? ايش في عنده خيار? بروح يمين. بروح يسار. يزراح يسار. هاي بروح على الطرف هنا. وببعد. ويزراح يمين. ايش بيصير? في الوزيشن تبعه ال white dot. صح? طيب. لو كان. لو كنا في الستيت هادي. هاي مكان الجوست هنا. ايش في عنده خيار? برضو نفس الفكرة. يروح يمين. ويروح يسار. بهذا الشكل. بعدين بيجي دوري انا كراكمان. وبنبدأ نفرع. زي هاي. الهان. مين افضل وضع بالنسبة لي? انه يروح يسار. القوست. اه لا انه انا اروح اه 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 يسار والقوست اروح يسار. طيب. السؤال كمان مرة. بدي اختار اللي مين الاصغر. بين الهدول. بين احسن الناقص تمانية ولا الناقص خمسة ولا الناقص عشرة ولا البلاس تمانية. زي التمانية. الناقص عشرة. بلاس تمانية. بلاس تمانية. بلاس تمانية. هل لديكم اقوال اخرى? انه اقرب شي للويت بوينت. يعني النقطة البيضة اقرب شي هو. مش هو دور المعين الخصم. مش لازم يختار الاقل. احنا بنحكي من ناحية الباكمان. انت بتقولي ان هو يختار الاقل. الاقل قديش? طيب. بروح بختار النود الاقل. من النود اللي هو الاندر اوبونانس كنترول. فبالتالي انو انا عندي بروح بختار السكسزور. اللي بيديني المن. وهدي النود اللي بتكون تحت الاقل اوبونانس كنترول. وين الاقل اوبونانس كنترول? هاي. دوره صح? هنا بروح بختار المنوم. طيب. المنوم هنا ماينس عشرة ولا ماينس تمانية? ماينس عشرة. ماينس عشرة. ماينس خمسة ولا ماينس تمانية? ماينس تمانية. تمانية. بالزبط. طيب. هذا في حال انه النود هادي اقدر دا اوبونان كنترول. اما في حال انه النود هادي تحت الكنترول تابعي. يعني بمعنى دوري. انا ايش بروح بختار? الاعلى. بالزبط. ايوة هيك اه. ماينس تمانية ولا ماينس عشرة? مين الاعلى? ماينس تمانية. ماينس تمانية. فبالتالي هاي بتطلع النتيجة. فعشان هيك. انه انا المساري اللي بدي امشي وين? اروح يمين ولا شمال? مع انه المنطق بيقول انه انا يفترض اروح على اليمين عشان اكل ال. بس عشان في عندي خصم هنا. وبناء على ال من ماكس? من و ماكس? لا الاصلن بالنسبة لولي اننا اروح يشمال. فبالتالي بروح به هادا الاتجاه. زي هي. تمام? وبعدين اه ايآ 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 باجي هنا انه انا بروح بختاري الماكس انه انا هدول تحت الكنترول تبعي دوري انا. في التالي خلاص انا بتحكم فيها بروح بختاري الماكس. اما هنا بختار المن. يعني هذا الشكل. وتحط كيف كمان مرة. عشان فيه نودز هذي مش تحت التصرف تبعي. الان في الاختيار بروح بختار يعني في النود بروح بختار في النود اللي تحت او يعني تحت تحكم الخصم بروح بختار المنموم واللي بتكون تحت تحكمي بروح بختار الماكس بمعنى اخر لما يكون دوره هو بروح بختار المن ولما يكون دوري انا بروح بختار الماكس وهذا بيفسر انه انا عندي هنا دوري دوره دوري دوره لما دوري انا بختار الماكس دوره هو بختار المن زي هيك تمام وهو العكس صحيح هو بالنسبة ليله بيصير تبادل الادوار هو بيصير انه هو بدي يعمل ماكس وفي دوري يعمل من فبالتالي بتكون الاية معكوسة بتحط طيب حقيت هادي الدالة هايو فانكشن من ماكس ديسجن بتديلو ستيت معينة ايش بده ترجع لي اكشن يا اروح يمين يا شمال هنا بده تعمل ريتين لايش لاكشن في سلسلة الاكشنز البوسيبول اكشنز هنا في مثال الباك مان شفنا تو اكشنز لفت ورايت بده ترجع لي واحد منهم يا لفت يا ريت بنان على ايش وده هايست من ماكس ذاليو اللي هو الريزلت اللي هو حسب الترانزيشن موذل الريزلت اس اي اللي هو ستيتو اكشن نفصلها هادي اكتر انا عندي ثلاث حالات الحالة الاولى انه النود هادي تكون تيرمينال معنى ذلك انه تكون اخر الشجرة ليف يعني في هادي الحالة ايش بروح برجع اليوتيليتي اذا كان اللاعب هذا ماكس بروح برجع الماكس لل اكشن في سلسلة الاكشن اللي بعمل لي من ماكس رزلت وهنا العكس اذا كان اللاعب من بروح برجع الاكشن اللي بعمل منيمايز لاليوتيليتي فونكشن طيب نعمل جينراليزيشن اكتر فيها كان عندي ملتبل بلاييرز ايش ملتبل بلاييرز هادي في عندي قوست وفي عندي قوست تاني وعندي انا هنا بكون دوره دوري القوست الاول وهنا دوري القوست التاني وهنا دوري انا رح يكون نفس المبدأ بالضبط تمام وروح اتطبق نفس الكلام فبالتالي انا عندي هنا واحد هايو للون الاحمر للقوست وواحد هنا للون الازرق للقوست التاني وستة باللون الاخضر للباك مون للغفن للباك مام اوكي وهنا انا عندي نفس الفكرة من وماكس من وماكس فبالتالي انا عندي هنا هاي الترتيب تبعهم زي هيك هذا القوست الاول هذا القوست التاني وهذا الباك مام اشتركوا في القناة فبالتالي هذي الارقام اللي انت شايفها هذي عبارة عن يوتيلتي طابلز طابلز بتكون عبارة عن ارقام سكور لكل واحدة منهم دور حتى هسا الترتيب دايما من فوق ماكس ماين ماكس ايه 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 لا مش شرط ها قيت انا دوري هنا ها قيت اذا دوري انا في الاول ببدأ ماكس تمام ايه لكن هما هما دورهم هما هدول التنين من لانو دورهم هما دور هذا يعني هذا حيكون من وهذا برضو من وهنا راح يكون ماكس لانو دوري دوري الباك مان الماكس يعني انا بدي اختار الماكس من الاعداد اللي تحت بالزبط يعني طب ها هو اختار سفر سفر سبع يعني اختار الاقل ليش سفر سفر سبع لا اه سفر سفر سبع اه السبع والستة احنا عنا اللي باللون الاخضر هي لايلي ماكس يعني انتو اختار الماكس ستة ولا سبعة سبعة مش هاك ايه ستة ولا سبعة هو انت حط هلوان لا 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 هو شوفي الترتيب اللي انا حكيته هنا بالنسبة للماكس ما سبعني بس الآن الآن واحد ولا سفر سفر اختار المن اوكي طيب الآن في الطبقة اللي فوق انا عندي السفر ولا تمانية ولا السبعة ولا السفر اختار تمانية ماكس يعني هنا عامل من هنا ماكس تمام تمام الآن تمانية ولا السبعة اختار ماكس تمانية الماكس بالظبط مهمة لتنين ماكس يعني أنا عملتها العكس أنا عملتها أنه زي زي تيك تاك تو أنه إحنا بدينا ماكس من ماكس من وحكينا أنه يعني أنه هنا في هذه الحالة أنه اللاعب تبعنا يعني إحنا عشان دائما إحنا بناخد دور أنه أنا بدي الباك مان لا بس هنا إحنا بدينا بالجوست هي الماكس لإيه لهم فبالتالي ماكس ماكس من بطحت أنا باعتبار ثلاث لعيبهم صح دكتور صحيح طب دكتور خلينا نرجع نعيد فيها من تحت لأنه أنا ما نشفهمها صراحة كيف اختار حاجة إحنا فيه عندنا طبل إيش يعني طب؟ إن أنا عندي لكل بديار أيو باللون الأحمر الجوست الأحمر باللون الأزرق الجوست هذا وباللون الأخضر وهنا نفس الإشي وهنا نفس الإشي وهنا نفس الإشي وهنا نفس الإشي طيب الآن إنه أنا بدي روح أختار لسكور تبعا الجوست الأحمر اللي هو هايو الصفر عفوا واحد ولا صفر أنا عندي تفريعتين هنا بس واحد ولا صفر إيش مختار؟ بالمينومور الصفر تمام؟ طيب هنا واحد ولا صفر؟ برضو صفر برضو صفر ستة ولا سبعة؟ سبعة لأنه إلي بالضبط ماكس نيجي هنا تسعة ولا تمانية؟ من؟ ثمانية تسعة ولا تمانية؟ تمانية تمانية الآن صفر ولا واحد؟ واحد لأني ماكس بالضبط وهكذا يبقى إنه بالنسبة لإلي لما يكون دوري بختار الماكس لما يكون دورهم بختار المين لإليهم هم بختار المين تمام؟ طيب نحكي الآن على طبعات طبعات المين ماكس ألغرثم إنه هذا الألغرثم ممكن تعتبره زي دبث سيرش إنه هو دايماً بركز على العمق يعني بعمل برانش فبالتالي من ناحية تايم الكومبليكسيتي تابعته إنه بي تودو باور أم بي عدد البرانش والأم هي الماكسيموم والسيرش سبيس هو عبارة عن بي مضروبة في أم يعني على سبيل المثال في الشترانش أكم عدد التفريعات أنا عندي خمسة وتلاتين تفريع طبعاً هذا كلام تقريباً ممكن يكون أكثر وأقل بنحكي بالمتوسط خمسة وتلاتين تفريع إيش معنات خمسة وتلاتين تفريع هاي البور تبع في الشترانش أنت فيه عندك خمسة وتلاتين ممكن تكون متفرعة من الستيت هاي تمام هذا بالنسبة للبرانش ومن نسبة للدبث ممكن يصل لعم الشجرة طبعاً هذا الكلام بيختلف على حسب الحركات وعلى حسب اللعبات لكن في المتوسط ممكن يصل الماكسيموم دبث لغاية مية فبالتالي أنت متخيل هذا الرقم قديش أنه خمسة وتلاتين مرفوع للقوة مية أو خمسة وتلاتين في مية هذا البشر مش ممكن أنه يسوي الشغلة هادي يعني حتى يعني أنا ممكن أتطلع لخطوة لخطوطين لقدام لعشر خطوات لقدام أكتر من هيك لا والكمبيوتر برضو أنه عنده مش بس مشكلة الزاكرة برضو مشكلة أنه أنت تعمل بيكون أنه تبعتها أو تايم تبعتها بياخد وقت طويل يعني إنها مش عملية صحيح بالضبط فبدنا إيش نعمل نعمل نطبق قصة البرونينج أنه يعني زي ما تشايفين بالضبط يعني هذا البرانش في الشجرة بدناش نتطلع علي بين عنا على إيش هنشوف الآن طيب ناخد مثال الآن عشان إنه إحنا يعني الترتيب دائما ماكس وهنا من أو كل ما تشوفه السهم أو المثلت لفوق معنا ذلك ماكس وكل ما يكون تحت من تمام فالآن 3 ولا 12 ولا 8 ومختار المينموم 3 3 هنا 2 4 6 2 14 5 2 2 2 الآن بدي أنتقل هنا بروح بختار 3 بالضبط بهذا الشكل طيب بنا نطبق مثال الألفا بيتا هنا مديني المثال قبل ما يشرح الكيفية الآن 3 12 8 3 الآن 2 حط الألفة 3 هدول مش رح يتطلع لهم شو السبب لأنه أعلى من 3 أنه الألفا هو عبارة عن best option so far أنت أنت حتختار المنموم صح بالضبط والمنموم كده شو أنت عندك أنت شفت هاي 2 معنى ذلك أنه حيكون يا 2 يا أقل أنت لسه شفت أول رقم صح شفته يا 2 2 أولا 2 طلعت 2 تمام وهنا بنروح لنختار الماكس الماكس بدي يكون 3 في كل الأحوال تمام طيب عشان نفهم هذا الكلام بشكل عملي أكتر خلينا نشوف المثال تبع هذا الشجرة وهذه النوت المعلمة هاي ها شايفينها تمام أنه أنا عندي هنا 3 وهنا 2 3 من وين إجت لو 3 ولا 5 ولا 10 برغم بخطاء هنا هنا من 3 هنا 2 و2 و2 الآن الماكس هنا 3 النتيجة كيف طلعت 3 هي عبارة عن ماكس اللي هو هذا ده إيش للمن للمن 3 15 أنت بدك تختار الماكس بين رقمين بين الرقم هذا فاصلة والرقم هذا الرقم هذا هو عبارة عن المن 3 15 وهذا المن 2 2 يعني اللي هو 3 و2 فالماكس 3 بالظلط الله ينور عليك نيجي نشوف الآن أنه أنا ليش مش محتاج أنه أنا أطلع على البرانش هذا هاي الشجرة أنا عندي هاي الماكس وهاي المن أنا عندي هنا 3 خمسة عشرة فبالتالي المعادلة هي ماكس مين ماكس لتلات أرقام هاي رقم الأول هون 3 بعدين أكيد رح يطلع اتنين ورح يطلع هاي الرقم التالت اللي هو هذا وهذا وهذا أنت بتعمل ماكس للتلات أرقام هدول لهذا الشكل هي 3 2 2 بالظبط هل جيت الخيار الأول اللي هو 3 15 والخيار التاني اللي احنا ما اطلعناش لقيله اطلعنا بس للاتنين بدنا نعتبرهم A و B أرقام أنا مش أنا قصيتهم بدي أرموزهم بA و B عشان أثبت لك أنه هم مالهم مش أهمية وال النوتس التانية اللي هو من 273 ليش بدي يكون الناتج اللي هو عبارة عن ماكس نتيجة هذا الرقم كديش 3 15 3 وهنا 2 A B انت عندك مين أصغر ال2 ولا A ولا B بدي يعتبر الناتج C يا حيكون 2 A B عشانك رمزنا له بC هاي تمام وهنا المين 2 3 7 جديش بطلع 2 اللي أنفكر لي فيها أنت بدك تختار الماكس بين 3 C 8 روحنا اخترنا 3 طب كيف وإحنا مش عارفين السي لكن السي أنا ضامن أنه هي يا 2 يا أصغر مش حتطلع مش حتكون أكبر من 2 2 عشان هيك لما أجي طب ليش مش ممكن تكون أكبر من 2 يعني بختار المينموم أنا بختار المال دكتور ليش في النضي الأخيرة في 7 و3 ما عملناها شبور اللي هو اجتذاب آه آه خلينا ناخد سؤال سؤال السؤال الأول إنه ليش إنه المين 2 A B مش ممكن إنه نتيجة تطلع أكبر من 2 أنا بدي المينموم طيب 2 يعني أنا بختار أقل رقم وأنا وأنا بعرف واحد من الأرقام 2 يعني أنا تخيلي إنه أنا سألتك بقولك إنه بديك تختاري أصغر رقم من 3 أرقام الرقم الأول 2 والرقم الثاني X والرقم الثالث Y بديك تختاري أقل رقم فالنتيجة حتكون مش حتكون أكبر من 2 لأنه إحنا بنعرف واحد من الثلاث أرقام هدول اللي هو الاثنين فبالتالي مدام إحنا بنختار أقل رقم يا حتكون 2 يا أقل يعني بمعنى آخر يا إما حتكون ونخلينا نخدها بالمثال يعني هنا 2 و 3 و 5 كيف 2 و 1 و مينس 4 مينس 4 يعني النتيجة يا بتطلع يا 2 يا أقل منها تحض 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 يا أستاذ دكتور يعني كصدك إنه هون بناءً على آخر نتيجة طلعت عندي الثلاثة بناءً عليها أنا حكمت أنه إما بتكون 2 أو أقل أي نتيجة الثلاثة آخر واحدة اللي تحت هذه الماكسيمم للثلاثة والسي والثنين أنا واحدة منهم الماكسيمم الثلاثة فبناءً عليها مستحيل يكون الرقم أكبر من ثنين صحيح أنا عارف هنا أنه الرقم السي هذا أقل من أو أقل من ثنين اثنين بناء على هي وإنه أنا مغمت بقول أنه ماكس ثلاثة بالضبط اخترت الثلاثة أوكي واضح يا جماعة اللي سألت مين اللي سألت لا والله يا دكتور ما فيمتهاش كيف أنا بدي أعرف أنه اللي وراها أقل من الثنين موصلتنيش كيف بدي أعرف أنه اللي وراها أقل من الثنين طيب تركينا من هذه المعادلة يعني أنه أحنا بدنا بدنا نقول أنه أنا عندي من دالة المين بتعرفيها صح شو الوظيفة تبعتها ريتير للمينمم أنه بترجعلي ترجعلي أقل عدد أقل رقم أنا حكيت أنه أنا اتنين و A و B و رحت عملت assumption ومش assumption يعني عملت formulation أنه نتيجة نتيجة هذا يعني القيمة اللي راح ترجعها هذه دالة لنفترض أنه هي C مش دالة المين أنه هي بترجعلي أقل رقم يا حيكون الاثنين يا ال A يا ال B لنفترض أنه هو C فهذه الحالة C راح تكون يا اتنين يا قيمة ال A نفسها يا قيمة ال B نفسها الآن كرياضيات لما بدي أجي أنا أحكي أنه C أقل من أو دساوي الاثنين هذا الكلام true ولا false نتيجة ليش لأنه في يعني ممكن أنها تساوي اثنين ممكن أنها تساوي R بالضبط لأنه ده يعني الآن النتيجة النتيجة C هذه لأنه أقل رقم طهر عندي الاثنين بالضبط لما أختار يا الاثنين يا الأقل منها وطحة يا وصال طب هنا يعني مرجعات ترتيب يعني اثنين وما أقل إيش يعني مرجعات ترتيب يعني أنت بتحكي أنه ممكن تقول أنه أقل من الاثنين تحكيت ممكن تكون ممكن تكون B طب ممكن تكون أكبر من 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 اثنين يعني هي خلص بلشت من الاثنين وما أقل لا لا أنا بحكيش عن المن أنه بلشت من اثنين أو أقل أنا بحكي على C نفسها أنا بحكي أنه نتيجة هذه الدالة لو اثنين A B أنه بتترجع لرقم ليش إحنا حكينا C مش رقم لأنه هدول مشهولات صح طيب صحيح تمام الآن يعني أنا بقولك أنا بدي أصغر رقم من ثلاث أرقام المنطق بيقول يا الرقم الأول حيكون يا الرقم الثاني يا الرقم الثالث صح صحيح الآن أنا بدي أجي أحكي أنه C هي أقل من أو تساوي الاثنين هل هذا الكلام صحيح ولا لا صحيح بي بالمية شو السبب السبب أنه أنا عندي واحدة من الأرقام معروف مكشوف اثنين تمام والنتيجة إحنا حكينا أنه هي C فبالتالي أنا بقول النتيجة مدام أنت طالب أقل رقم وإنت عندك في السلة ثلاث أرقام مكشوف منها رقم اثنين يبقى مدام أنت ردك أقل رقم النتيجة اللي رح تطلع يا اثنين نفسها يا شي أقل منها عشان هيك أنا بقول أنه النتيجة هذه هيك true أو هذا يعني هذا الكونديشن true كمان مرة أنا عندي سلة فيها ثلاث أرقام رقم معروف ورقمين مجهولات وأنا بدي المين المينموم أصغر رقم مدام أنا عندي رقم واحد مكشوف اثنين يبقى الرقم اللي حسحبه يا اثنين نفسها يا اشي أقل منها مدام أنت بدك المينموم مستحيل يكون اشي أكبر نختار الحالة أنه الرقمين يكونوا أكبر من الاثنين يعني هاي اثنين سبعة عشرة هنا في هذه الحالة هاي اش بتساوي مش مدنا مين أصغر اثنين ولا سبعة ولا عشرة جوابين يا وصل اثنين أكيد طيب يبقى هذا هو الجواب هذا الكونديشن مزبوط ولا مش مزبوط مزبوط صح طيب ناخد حالة تانية أنه الرقمين هدول يكونوا أصغر من الاثنين هاي اثنين صفر واحد كديش أنا عندي السي بتساوي أقل أو تساوي اثنين صفر هي رح تقول زير تساوي صفر صح ولا لا أقر رقم بدنا أقر رقم من هدول الثلاث أرقام زيرو اثحب لي أقر رقم منهم هاي الصفر طيب تعال طبق هذا الشرط هل الصفر أقل من أو تساوي الثنين مزبوط بعد هيك أنا بأعتقد أنه يعني واضحة زي الشمس خلاص واضحة دكتور إسلامة مزام حكيتي خلاص واضحة هيبقى مش واضحة لا أفهمتها خلاص لأنه ما تشوف اللي عندي أنا اثنين فأكيد الأرقام اللي باكر مجهولة بدها تكون أقل من الاثنين أو ممكن تساويها ممتاز طيب بناء على هذا الإشي إحنا حكينا إنه كتبنا الكونديشن إنه هاي السي أقل من أو تساوي الثنين أنا ضامن إنه هي أقل من أو تساوي الثنين يبقى ثلاثة ولا رقم أقل من أو تساوي الثنين ولا الثنين بدي الماكس بناتهم ثلاثة وانا مغمض مضحة شو معنات إنه هنا نعمل برونينج إنه ما فيش داعي إنه أنا أتطلع على البقية هذا هو السبب الآن السؤال الثاني إنه أنا ليش أعمل التقليم عن نود الثالثة هيك كان سؤال هيبا بتوقع صحيح مضبوط هذه إحنا حكينا إنه هي ثلاثة تمام وهنا حكينا إنه هي سي أنا بتصور إنه هذا المثال هذا المثال إنه أنا فيه عندي هنا ثلاثة إنه أنا فيه فيه عندي توب براميتر فيه عندي الألفة والبيتر مثلا كنت أنا أنا بوضح بهذا المثال إنه يعني شو معنات إنه ما فيش داعي إنه إحنا نتطلع على هدول فالآن أنا فيه عندي توب براميتر البراميتر الأول اللي هو الألفة والبيتر تمام ليش الألفة والبيتر الألفة هي عبارة عن الماكس بيست أوبشن عن داباث توداروت والبيتر هي عبارة عن المن بيست أوبشن عن باث توداروت فبالتالي إنه أنا عدي في دالة الماكس ودالة المن ورح بمرر الستيت والألفة والبيتر وهنا الستيت والألفة والبيتر مدام أنا ماكس بروح بحط أنه هي عبارة عن وهنا مدام من بروح بحط أنه هي عبارة عن بلوس انفينيتي تمام وهنا أنا بروح باستدعي دالة الماكس وهنا بروح باستدعي دلت المن لان انا في عندي هنا شرط انه اذا كانت الفي اكبر من البيتا بروح برجع تمام معنى ذلك انه انا بعمل بروننج هنا هنا بعملش بروننج هنا نفس الفكرة اذا كانت الفي بتساوي عفوا اقل من او تساوي الفة بروح بعمل بروننج تمام هنا بروح بكمل عادي معنى ذلك انه هذا الشرط انه هنا بيكون برونن ايش هو الشرط هنا انه يكون انه الفيليو تبعة النوت اكبر من او تساوي بيتا و اقل من او تساوي الفة او بمعنى اخر انه الفي ايه هذا الكونديشن المركب زي هيك فقيت هاد عشان هيك هاد هنا انه الاثنين هادي الاثنين والثلاثة والسبعة انه احنا حسبناها بينان على الكونديشن تبعة الالفة والبيتا بس مش موضحات هنا بس انا كنت هنا بوضح انه انا عندي ليش احنا ما اطلعنا على هذا البرانش انه احنا شو معنات انه احنا نعمله برونينج لانه لو ما اطلعت عليه ما بيأسر هاي الفكرة هاي الفكرة تبعت البرونينج انه انا في عندي برانش هنا بدي اقصه وقصه ما بيأسر ولا شيء على النتيجة تمام طيب هنا في عندي تمانية عشرة او عشرة تمانية واربعة وخمسين تمام وعندي هنا شجرة تانية لواء عشرة ستة مية تمانية واحد اتنين عشرين اربعة فالان نبدأ عشرة هذه قيمة الماكس الان انا عندي هنا متلت هذه قيمة الماكس الان انا عملت فيزت لانوت تانية تمام عشرة ولا ستة ضلت عشرة ايش بروح بسوي بروح بطلحها للنود اللي فوق عشرة تمام ما شوف المجموعة التانية بالزبط زي ما هادي انه انا ما عملتش فيزت للنود هادي فبالتالي انه هادي القيمة واتروح اتطلعتها فوق ولما عملت فيزت انه ضلت هي العشرة لو كانت انه هادي مثلا اتنين وعشرين انه نحطنا عشرين فكانت تغيرت اتنين وعشرين اوكي فالان هادي الفاليو مدام انه انا هنا بتطلع على المين لسه ما عملتش فيزت لباقي البرانش اللي هنا فيش بروح بطلح فوق الان حتتغير بالزبط حتتغير نيجي البرانش التاني مية طلعته هنا بالزبط الان انا عندي هنا مية وبدي اختار انا المينموم فوق فبالتالي انه عشرة بالزبط بروح بعمل كت لهذا البرانش وبروح بطلعه عشرة خلاص انا عندي هنا النود هادي طلعت انه اول نود فيها رقم كبير مية تمام في الليفل اللي فوق انا بدور على المينموم خلاص ما فيش داعي تطلع على باقي الارقام ليش؟ لانه هنا انت بتختاري الماكسيموم يعني زي كأنه ضمنت انه الرقم هيكون يا مية يا اكبر من المية واحنا في الليفل اللي فوق بدنا المينموم فبالتالي المينموم بين العشرة والمية هاي عشرة خلاص بروح بطلعها للمستوى الاعلى بنيجي هنا للبرانش التاني البرانش التاني واحد اوكي واحد انا طلع معاي رقم تاني اتنين هاي اتنين اتنين حضر اتنين بالزبط بروح بطلعها فوق بشوف البرانش التاني الان انا عندي اتنين وعشرة خلاص بدي اختاري الماكس هل في داعي اتطلع على هذا البرانش لا بجد المقص وبقص طيب معنى ذلك انه انا عندي البيتا بتساوي اتنين والالفة بتساوي عشرة القيمة تبعا كيف تحددت وهنا الالفة كانت مية والبيتا كانت عشرة كيف تحددت وهنا الالفة عشرة والالفة اتنين في كل نود لازم يكون فينا عندي قيمة الالفة والبيتا زي ما شفنا في المعادلة هذه انه اذا كانت البي اكبر من او تساوي البيتا بروح برجع البي كيف تحددت او اوwhy ما تحققش هذا الشرط الالفة بتساوي ماكس بين الالفة والب اللي هي الالفة القديمة وهنا بعمل update للبيتا فبالتالي دائماً أنا بروح بعمل update للبيتا والألفا بهذا الشكل فهذا الجنرال كيس إنه بعمل pruning للchild of min node بروح بعمل compute لل min value بروح بعمل loop للعنة child بروح بعمل estimate باستخدام المن droping وهنا بروح بعمل إنشيلايز إنه let alpha be the best value for max وهنا let beta best value for min تمام هنا 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 زي ما حكينا إنه يعني زي ما أثمتناها في الأرقام إنه لبرونيك ما بيأثر على الشجرة بالمرة هذا يعني إنه عبارة عن كبروف إنه زي هيك إنه هو ما بيأثر إحنا عارفين إنه هو ما بيأثر فبالتالي أنا عندي واحدة من الطرق إنه أنا أختصر لتري بسبب إنه لتري شفنا إنه هي كتير كبيرة هذا الكلام شفنا وين بدي أرجع هنا للحسبة اللي إحنا حسبناها بس لتشيس حكينا أيو هذا الكلام إنه لشة طرنش أنا عندي لبرانشز 35 والماكسيموم ديبث 100 فبالتالي إنه هذا الإجزاك سوليوشن إن فيزبل يعني السيرش بيس كتير كبير 35 مرفوع على القوة 100 هذا رقم كتير ضخم جدا واحدة من الطرق إنه إحنا إيش نسوي نستخدم الألفا بيتا برونيك طيب الطريقة الثانية نحنا رح نعمل ريسورس لمت إيش معنات هذا إنه أنا بقدرش إنه أنا أعمل سيرش للليف إنه هاي أنا عندي الشجرة هذي كلها بالكامل ما بقدر أصل للليف ليش لأنه الشجرة إنه يعني ضخمة جدا وهذا الكلام إنه موجود في يعني أغلب الجيمز إنه الشجرة طبعتها إنه ضخمة كتير كتير فبالتالي صعب جدا إنه إنه يعني أدور فيها وأصل للليف طيب إيش الحل الأول إذا إذا أنا يعني إنه غير الألفا والبيتا إنه أنا بعمل حاجة اسمها Bounded Look Ahead وهذا الكمبيوتر ممكن يتفوق فيها للبشر أنا كبشر ممكن أتخيل اللعبات أنا عندي لثلاث أربع خطوات لقدام ممكن أنا أقول أنا والله إذا حركت هذا الجندي هو ممكن يعمل واحد اثنين ثلاثة وإذا هو عمل واحد اثنين ثلاثة أنا ممكن أربعة أعمل أربعة خمسة ستة أكتر من هيك أنا كذاكرتي كبشر ما بقدر طبعا هذه الشغلة متفاوتة بين يعني من الأشخاص تمام؟ وهذه يعني محترفية لعبة شطرانش إنه يعني بتظهر مهارة التخطيط عندهم بهذا الشكل لكن الكمبيوتر عنده الشغلة هادي بسيطة جدا يعني أنه يطلع شغلة يعني يعمل أي نعم لغاية معين لكن الكمبيوتر بتفوق عننا أحنا كبشر في هذه الحالة لكن إيش أبنحتاج؟ سيبدي يكون في عندي depth limit بس لازم يكون في عندي evaluation function للnon-terminal position إحنا شوفنا إحنا شوفنا إفاليواشن فونكشن للتيرمينال بوزيشن بس لازم يكون في عندي إفاليواشن فونكشن للnon-terminal position أي شجرة إنه أنا أقول إنه آه والله هادي المسار إنه كسكور أفضل بكتير تمنوا زي هيك هذا المسار بكتير مثلا من المسار زي هيك طبعا هذا الكلام صعب جدا ليش؟ لأنه خليني أقرب لكم الموضوع الآن لما تكون أنا عندي الليف معروفة بقدر أحدد أفضل مسار إنه والله هذا المسار زي هيك هذا الأفضل لأنه أنا عندي التيرمينال هنا أوكي ولما تكون التيرمينال معروفة إنه أنا بقدر أحدد آه هنا بفوز أو بخسر آه هنا بفوز هنا بخسر فبالتالي بقدر أحدد أفضل المسار بس هذه الشغلة لو كانت محجوبة عني زي هيك أي فيه سحابة فيه غمامة إيش بدأ روح أسوي؟ بدي يكون فيه عندي هنا اجتهاد وأعمل evaluation function للnon-terminal position لأي نود غير التيرمينال تمام؟ طبعا هذه الشغلة إنه imperfect evaluation function are always imperfect إحنا برجع بذكركم في موضوع relaxation إيش موضوع relaxation إنه أنت بتعمل assumption بتتبسط بحيث إنه يعني تدي لك function تدي لك score معين أي نعم الassumptions اللي أنت بتعملها مش واقعية نوعا ما لكن بتدي لك انطباع أو تدي لك مؤشر إنه أنت قديش جريب من الجول جديش جريب أنت من الفوز فبالتالي evaluation function يعني مستحيل إنه إحنا نصل فيهم لدرجة لكن بتضلها إنه ممكن تكون فيه عندي evaluation function أفضل من evaluation function تانية هذا عامل العامل الثاني إنه كل ما كان depth أكتر في السيرش كل ما إنت لعبت أفضل عشان هيك الdeep blue تفوق على كاسبروف إحنا كبشر قدرتنا محدودة في الذاكرة لكن الكمبيوتر بسبب إنه إحنا يعني زودنا depth عنده في السيرش فبالتالي صار يلعب بشكل أفضل تمام أوكي بس بنا نخلي بعند الاعتبار في تصميمنا للجيم إنه بنا نعمل trade off between complexity of features and complexity of computation يعني كل ما زودت السيرش إنه بشكل أعمق ممكن تتزود complexity تتبع الكمبيوتر فبالتالي ممكن ياخد وقت أطول في البحث وهذه الشغلة إحنا يعني بدنا نشوف يعني خلينا نشوف إنه الأثر تبع للباكمان تركيز تبعنا في المحاضرة هنا أنا عندي look ahead خلينا نشوف كيف أنا بدي أكل الدوت هاي تمام في أنا عندي تخطيط لخط يعني to look ahead لاحظ كوا كيف حيتصرف حيتصرف إنه هو حيتحرك باتجاه الدوت هادي لكن يعني راح يتورط وإنه راح يحاصره حركة طبيعية باتجاه الضت الآن هو رجع ليش لأنه الضت اللي هنا إنه ما قدرش إنه هو ينزل فبالتالي راح تحرك بالاتجاه المعاكس طيب نشوف هنا في حال أنا كان عندي عشرة look ahead إنه أنا عندي كان depth لغاية عشرة صرت عمل search لغاية في شجرة وعمقها عشرة شوف كيف شوف كيف هيتحرك لاحظ إنه هو قبل ما يتحرك صار في عنده search في tree وعمقها عشرة عمل look ahead وبناها حدد إيش هي best move إيش هي best moves إيش هي best actions بناء عليه شوف إيش هي best actions مع إنه الحركة لا أعلى باتجاه منطقيا أنت بتجرب من ولكن هذا تكتيك عشان يعطيه فرصة إنه يحدد هذا أو بهذا الاتجاه عشان عشان يخذ القرار بالضبط علينا أمر عليك الله سلام شايف بيكون بيكون عندك بتلعب بالشكل أفضل وعشان هيك إنه مدد الكمبيوتر إنه هي تتفوق علينا لأن بخصوص وهي موضوعنا وشغلنا الشغل بأنه إحنا مطلوب منا تصميمها المطلوب إحنا منا كمتخصصين في هذا المجال إنه إحنا نصمم دالة تخلي الماشين فعلا تتصرف بشكل intelligent كيف ممكن تتصرف بشكل intelligent إنه يكون في عندها evaluation function كويسة طيب نيجي للشطرنج كيف ممكن نعمل evaluation function للشطرنج أنا في عندي هنا هنا البلاك إنه بده يحرك وهنا الويت بده يحرك تمام وهينا عندي تري وزي هيك هادي عبارة عن state هاي شكلها زي هي زي ما انتو شايفين في san هاي san هذا هادي الست وهذا هادي الست هي هاي هادي عشان هيك إحنا بنحكي إنه هادي الوايت وهذا البلاك الـ هادي ممكن تكون إنه تشتغل بنظام الـ لأنه من المستحيل تمثيل كل بشكل كامل على الحسوب إنه عدد زي ما حكينا 35 عدد يعني كان حوالي 100 فبالتالي إنه هادي الشغلة الشغلة التانية لو إحنا يعني حطينا العمق يعني عمق كبير في السيرش راح يعني يحتاج الكمبيوتر ربما ل 15 دقيقة لغاية لما نشوف كل و لغاية لما يصل و يجي يحرك و موضوع العام يعني الوقت هنا كعامل في في اللعب يعني إنتوا بتشوفوا في بعض الأحيان في بطولات الشترانج إنه إنت في عندك تايمر بيكون محطوط جبال كل واحد بيجي بتك تمام إنه أنا قدش استغرقت وقت في تحديد اللعبة تبعتي بعد ما بلعب بروح بصفر التايمر الخصم بروح بيشغل التايمر كمان مرة فبالتالي هنا الوقت ممكن يكون عامل في الموضوع كيف ممكن تكون عبارة عن عبارة عن لينيار سم لمجموعة من يعني مجموعة ده خطية لمجموعة مجموعة من و هذي بتكون W1 F1 W2 F2 الويت هده بيعكس الاهمية يعني على سبيل المثال نفترض انه نعمل assumption انه W1 هو عبارة عن 9 ميش اخترته 9 لأنه انا عندي F1 هي عبارة عن number of queens minus number of white queens minus number of black queens و هنا انا قديت اهمية للكوين لكن شو اهم اشي باللعبة كلها شو اهم اشي يعني مثلا الكوين له اعلى اهمية صحيح لكن لو كان هذا يعني لو كان هذا الحجر مثلا قلعة او جندي او في ممكن انه الويت ممكن تكون انا اربعة او 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 حاجة مثل هيك بقل الويت طب تمام فبالتالي كيف انا بدأ احدد انه والله هذه البورد افضل من هذه البورد من نسبة للي انا ك white باجي بشوف انا عدد الجنود اللي عندي minus عدد الجنود هادي واحدة من الاف قديش وزنها لنفترض انه وزنها تلاتة الجنود اي نعم يعني حركتهم بطيئة بس يعني ملولة خط دفاع يعني كتير ممتاز طيب هادي لنفترض انه اف اتنين اف تلاتة ايش ممكن تكون عدد الفيلة البيض ناقص عدد الفيلة السود انا عندي فيل واحد هو لسه فيلين لا وضعه احسن انا عندي عشر جنود هو عنده تسعة جنود انا عندي وضعي احسن في الجنود هو وضعه احسن في الفيلة انا وضعي احسن فبروح بعملين يرسم ايه المؤشر مش طالع مع انينه بعملين يرسم بين هدول في النهاية بطلع معايا رقم بقول اه والله هادي البورد افضل بالنسبة للي يعني للابيض ليش يعني انا عندي عدد الجنود اي نعم هو بتفوقني في عدد الجنود لكن انا بتفوق عليه في عدد يعني القلاع وعدد الاحصنة وعدد الفيلة وهكذا شغلة شغلة مثل هيك تمام الان انت بتجتهد بتقول والله انا بالنسبة للي كلاعب خبير في الشرانج والله انا بدي ادي يعني القلاع بدي ادي الهويت اعلى من الفيلة حدا تاني بيجي بيحكي لك لا انت غلطة القلاع الفيلة انت بتقدر تسوي فيها واحد واثنين وثلاثة وكذا ها قيت مين بيحدد انه والله اللي بتصممها افضل ولا اللي بيصممها هو افضل هذا بحض انه انت تجربها في لعبة هي اصلا كل لعبة مختلفة يعني كل في مختلفة فهي كل لا 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 البرفورمانس انه يقاس البرفورمانس يقاس صحيح اي نعم انه اللعبة مختلفة انت بتعمل انه لكزرا لعدة مرات يعني تشغيل لللعبة تمام وبروح انه انه انا مسلا بروح باخد يعني قديش انه هذه ساعدت في الوصول للفوز والله الافلواشن اللي انا عملتها وصلتني للفوز مثلا في تلاتين حركة اللي انت صممتها في خمسة وسبعين حركة اي نعم التنين بوصلوا للفوز لكن انه ممكن عدد الحركات انه اكثر واقل وشغلة زيك هذا جانب الجانب الثاني ممكن انه هذا جانب الجانب الثاني انه انا بدي اشوف انه الافلواشن اللي انت صممتها يعني انا على سبيل المثال اللي انا صممتها خلتني افوز يعني انا خلت اللاعب الوايت انه هو يفوز لنفترض انه لعبنا عشر لعبات فخلتني افوز في سبعة من عشرة لكن اللي انت صممتها يعني اعطت اللاعب الابيض انه هو يفوز في اربعة من عشرة فهذا هو المعيار التاني يبقى يعني باختصار المعايير اللي انا ممكن اعتبر اقارن فيها الافلواشن فانكشن شغلتين اللي هو عدد الحركات لغاية لما افوز كم حركة اكم دور انه احنا لعبنا لغاية لما وصلنا للفوز طبعا هدا انا باخده كافرج من سيميوليشن والسيميوليشن ممكن تكون عبارة عن ميت لعبة سيميوليشن لميت لعبة والمعيار التاني انه جديش عدد مرات الفوز في الميت لعبة انت جديش مرة فوزت اللاعب الابيض وانت تبعتك اكمل رفوزات اللاعب الابيض اوكي فهيك انه بصير مقارنة تمام طيب ممكن ندخل شغلة متقدمة هادي عبارة عن بسيطة ممكن نختلف على أو ممكن انه نعمل شغلة زي مثلا ونخلي تعمل وتدرب حالها من حالها انه هي تلعب يعني بمعنى آخر ندرب باستخدام اللي حيكون أحد الدروس القادمة اللي احنا حناخدها انه انه هو الحالوي رح يتعلم انه والله عملت هذا باخد عليه عملت هذا مثلا بروح بتعاقب عليه كيف يعني بتعاقب عليه انه والله يقل خسرت حجار أكل حجار طبعتي مثلا هيك احنا بنكون يعني تقريبا توسعنا في الشطرانج بشكل موسع من ناحية يعني كيف ممكن نعملها وخصوصا انه هي من ماكس يعني نظام من ماكس وتحتاج وتشتغل بنظام طيب معي يا جماعة اعتبر هذا سبعة هاي كدهش بتديها سكور يعني اضرب رقم من عندك بدون ما تفكر في كيف انه انت ممكن انه انت تحسب هذي الارقام اقار كان ثلاثة ثلاثة هاي اعلم ايه برجعك انا هنا في عندي خيار واحد اتنين ثلاثة الان هنا بدي زيد ليش بدي زيد خياراتي محدودة في الحرب انه فيش عندي غير هذا اللي تيجاه بدو زيد واحد واحد اتنين اوكي طب هيك زيرو حالي زيرو فيش عندي خيار للهرب اصلا فيش عندي خيار الهرب طب هيك هيك زيرو هيك زيرو يبقى هيك واحد واحد وهيك زيرو تمام هيك هيك game over هيك game over بس المحاضرة لسه مش over يعني لسه ما خلصنا هيك يعني انت حطيت البورد قدامك تبدأ انه هيك تفكر تفكير تحليلي انه اه والله هادي البورد افضل من هادي طب ماشي نرجع هنا ايش اللي خلاني انه انا اقول انه هادي اعتبرتها كباسلين ايش اللي خلاني اقول انه والله هادي ثلاثة انه احط بق ماشي اي نعم رقم اقل بس ايش العوامل تيجي تحصر العوامل رقم واحد كزا رقم اتنين كزا تمام تحاول تصيقهم في معادلة زي ما عملنا هنا المعادلة المعادلة هادي ممكن تكون عبارة عن ديني يرسام بويتس معينة زي هيا ممكن انت تدي ويت للبوزيشن تبع الجوست ممكن تدي ويت اكتر لل ويت دوت الكبيرة اللي بتخليهم يهربوا منك ممكن تدي ويت اكتر لل دوتس للدوتس العادية بس الفكرة انه هيك انت بديت تفكر بطريقة تفكير تحليلية لوضع evaluation functional باكمان هادي احنا حكينا عنها الجينرالايزد من ماكس انا عندي بعمل ماكس وهدول التنين بعملهم من زي ما طبقنا المثال تمام بس هدول لو بيشتغلوا بشكل independent وضع تمام بالنسبة للي كباكمان لكن ماذا لو كان في بناتهم تنسيق كيف يعني ممكن ينسقوا ممكن هم اتنين ينسقوا الحركة تبعتهم بحيث انه هم يحاصروني وهيك يعني بيكون انه لا بيصير وضع اللعبة اصحب شوية يعني بيكون انه انهم اتورت اكتر خلينا نشوف كيف لما يكون في بناتهم تنسيق في السوميليشن تشوف الحركة تبعتهم التنسيق التنسيق سكروا علي ايه كمان مرة شايف كيف التنسيق هنا هنا بدي احط لك ايها هنا شايف كيف ان هم اتجمعوا هم الاتنين راحوا باتجاهي ما تحركوا حركة عشوائية فيه تنسيق ليش لانه هم الاتنين بيجروا وراي بعد ما انه هم الاتنين يجروا وراي بيغترموا لحظة معينة وكل واحد يروح في اتجاه ويحصرني فهذا التكتيك يعني بيخلي اللعبة اصعب بكتير لما يكون في عندي هنا انه هذا هو الكوبريشن انه انا عندي الكوست واحد وكوست اتنين في بناتهم كوبريشن فبالتالي انه وضع الجيم يعني بيصير انه اه قد شوية يعني نعرج شوية على الجيم with uncertain outcomes uncertain outcomes يعني يعني زي اللي بيعتمد على عجلة الحظ انا في عندي انواع من الجيم زي مثلا هذا النوع احنا بنسميه deterministic يعني خلاص معروفة ايش الاكشن اكسو ما بتعتمد على الحظ ما بتعتمد على حجر معين زي التكتاكتو وزي التشيس وممكن استخدم فيها الالغورثم المن ماكس وفي عندي نوع تاني من الجيم بيعتمد على الحظ شوية ليش لانه الحجر او غفن الشكل في لعبة التترس اكيد عارفين هاي اللعبة اكيد لعقدوها في مرحلة ما في حياتكم اكيد انا متأكد هاي الشكل اللي بيجيني عشوائي في شوية عشوائية تمام لكن تحديد مكانه وين بدو ييجي هنا ولا هنا ولا هنا في شي في خصم فبالتالي هنا expect 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 max نوع الالغورثم expect max زي ما بتلاحظ هنا انا في شي عندي هنا هاي انا عندي هذا ماكس هذا من هاي انا عندي ماكس وهنا انا عندي نوع عادية زي هيك باختار انه بين العشرة والتسعة والتسعة والمية انه بدي اختار بدي اعمل maximize لل score تبعي وفي عندي النوع التالت من اللي هو بيعتمد على الحظ بيكون فيها زي مثلا لعبة بنك الحظ المنوبولي او لعبة الطاولة هاي expect مني ماكس يعني فيها التنتين جزئية للحظ تمام لانه ال outcomes في يعني فيها chance فيها حظ بالاضافة لانه من ماكس لانه في المنوبولي انا بدي ازود ال score تبعه عفوا بدي ازود ال score تبعي واقل ال score تبعه زي هيك المن ماكس الغورثم زي ما احنا شفنا سابقا ازا كانت انه بترجع ال utility ازا كان تروح بتعمل يعني بتختار ال action اللي بيعمل maximize لل value واذا كان من تختار انه ال action اللي بيعمل منيمايز لل 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 ال الان كيف بدنا نغيره لل expect minimax ببساطة جديدة انه مندخل فيها condition جديد انه ازا كانت نفس الشروط من ازا كانت ماكس ازا كانت من هنا ازا كانت chance بروح بعمل sum لل actions مضروبة في يعني مضروب ل probability تبعت ال action هذا ايش احتمال انه والله يطلعلي في حجر النرد مثلا الرقم الفلاني بهذا الشكل تمام فبروح بضروبها في ال value تبعت اللي هي ال action هذا انه بس لاكتر والاقل يعني التعديل فيها انه بسيط جدا هيك احنا بنكون خلصنا موضوع المين ماكس كملخص احنا ركزنا على يعني في الreal يعني في الreal games احنا ركزنا على depth search و approximate evaluation function عشان انه احنا نستخدمها بشكل فعلي في games وهذا هو فعلي مستخدم حاليا في game والسبب في ذلك انه search tree الحجم تبعها ضخم جدا وبتساعدني على تقديص يعني انه depth لغاية مرحلة معينة واتفقنا كل ما انت تعمل search deeper كل ما انت لعبت افضل شفنا كيف ممكن انه احنا يعني نزيد فعالية المين ماكس باستخدام الفا بيتا بروني تمام وشفنا يعني عدة العاب زي شط رنش زي checker زي ال go بالمناسبة يعني استخدمت يعني هذا في اول سلايد شفنا انه بيستخدم المونتي كارلو تري سيرش و بيستخدم تمام وال checker بيستخدم ال reinforcement learning اللي احنا هناخده ان شاء الله في درس قادم فزي ما انتم تلاحظين انه هنا في عندي اسليب مختلفة في 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 حل في game theory خلينا نحكي انه هذا الbranch في game theory في video game يعني يعني الgame اللي احنا شفناها هدي عبارة عن board game لكن في video games في انا عندي challenges اكتر بكتير من هيك تمام و ممكن عدد يوصل عشرة مرفوعة للكوة خمسمية تمام وممكن يكون يعني عندي ممكن يوصل لغاية عشر تلاف في الالعاب كتير كتير كبير وبما انه احنا بنحكي على الالعاب حابب انوه لنقطة هنا في هذا الفيديو ممكن احط الكم اياه كرفرانس لكم اشتركوا في القناة اوكي مرت عليكم اليونيتي يونيتي انا لا اليونيتي هي عبارة عن framework او game engine يعني اللي بدو يبرمج لعبة ممكن انه يستخدم هذه الادة زي ما انت مثلا على سبيل المثال بتكتعمل تطبيق على الاندرويد وتروح تستخدم الاندرويد studio فهي عبارة عن بيئة لعمل تطبيقات للاندرويد برضو اليونيتي هي عبارة عن بيئة لبرمجة الالعاب طبعا فيها شق متعلق في يعني انت على سبيل المثال لو شفت الفيديو يعني هنا على سبيل المثال انه انت بتحرك object معين لنفترض انه انت عندك مثلا tank او سيارة vehicle والveكل هادي الveكل هادي بدك تحركه من مصار لمصار فانت ممكن تستخدم مكتبة AI في اليونيتي وتقول له انه بدي اياك توجد افضل مسار في الانتقال من نقطة كذا للنقطة كذا فبالتالي وفيه برضو كذلك زي ما انت شايف امامك على الشاشة اللي هي ال ممكن انه برضو تكون موجودة في الموضوع فهو فعلا هنا بواجه كيف انت تستخدم هذه الشغلات في هذه المكتبة لو انت كنت معني في وحابب انه تشتغل فيها اكتر فممكن تستخدم هذه الشغلات جاهزة في مكتبة الهيوريستيك زي ما انت شايف امامك على الشاشة انه كل المصطلحات هذه الهيوريستيك الهيوريستيك والبلاير تمام وكل الامور هذه كلها يعني صرت انت عارف شو معناها بالضغط بالتالي ممكن لو احتاجتها في يوم من الايام انه انت ممكن تستخدمها هيك تقريبا بنكون خلصنا محاضرة اليوم بضل اذا في عندكم اي اسئلة او استفسرات